بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إخوة الأكارم لا يزال حديثنا متواصلا عن قضايا من الأدب الإسلامي وقد سبق الحديث من قبل عن الأدب الإسلامي كيف نشأ إبداعا وإنجازا ثم كيف صار ضرورة ملحة ليكون نظرية في الأدب متكاملة وذكرنا بأن حاجات القرن العشرين حاجات العصر الحاضر هي التي جعلت بعضا من الأدباء والنقاد يفكرون في تأسيس منهج لنظرية الأدب الإسلامي وإن ذلك التفكير قد أثمر ورقات في كتاب وأثمر كتابا كاملا فإذا بالشجرة تثمر وتصبح دوحة عظيمة ذلك أن الفكرة في ضرورة إنشاء أدب إسلامي لامست مكنونا عند أدباء كثر ولذلك يكون حديثنا اليوم عن جهد المؤلفين وعن جهد المؤسسات أما المؤلفون وهم كثر فمنهم من نشأ بعد الفكرة يعني بعد نشوء مصطلح الأدب الإسلامي نتكلم عن نجيب الكيلاني ونتكلم عن عماد الدين خليل ونتكلم من الجزائر عن أحمد رحماني ونتكلم من المغرب عن حسن الأمراني ونتكلم من سوريا عن عمر بهاء الدين الأميري إن جهد المؤلفين صار من الكثرة بحيث وجب أن يكون لهم هيئة أو مؤسسة وهؤلاء المؤلفون كان لبعضهم لقاءات بدءا من عام 1980 وبدأوا في التفكير في ضرورة إيجاد رابطة للأدب الإسلامي وتوالت اجتماعاتهم ولقاءاتهم من 1980 إلى 1984 حيث بدأ الحديث عن هذا المصطلح وعن هذه الرابطة كضرورة ملحة يمكنها هنا أن نسأل لماذا الرابطة الرابطة أصبحت ضرورة لتجمع جهود المؤلفين ولتساير بالنقض المنهجي إبداعات الكاتبين ولتصنف مجالات الكتابة في ظل هذا المسمى أي مسمى الأدب الإسلامي وفي 1986 أعلن عن اعتماد هيئة سميت رابطة الأدب الإسلامي بالهند وكان يرأسها يومئذ الأستاذ الشيخ أبو الحسن الندوي عليه رحمة الله ويبدو أن الذين اختاروا أبو الحسن الندوي انتخابا ليتولى هذا المنصب فلأسباب كثيرة السبب الأول وهو أنه من الفقهاء القلائل الذين جمعوا بين الفقه وبين الأدب وهو أيضا من الأدباء القلائل الذين جمعوا بين الفقه وبين الأدب فبحق نستطيع أن نقول إن أبو الحسن الندوي كان مثالا يحتذا في مرحلته لأنه استطاع أن يعرف الأدباء بالتصور الإسلامي واستطاع أيضا أن يؤلف التصور الإسلامي أدبا سبب الآخر وهو حضوره في ترجمة أعمال الشاعر والفيلسوفي لهندي محمد إقبال عليه رحمة الله ومعلوم أن محمد إقبال رحمه الله توفي عام 1938 ولكنه ترك أثرا جليلا في كل المثقفين المسلمين في زمانه ولعل من أبرز الذين تأثروا به ونهلوا من منهله كان هو الأستاذ مصطفى صادق الرافعي والأستاذ أحمد أمين وغيرهم كثير إذن اجتمعت لأبي الحسن الندوي هذه المقومات التي تفرقت في غيره فهو من جهة أصوله الأولى عربي حسني ومن جهة جنسيته هو هندي مطلع على الأردية وآدابها ومن جهة أخرى هو فقه ومن جهة ثالثة هو أديب ومن جهة رابعة هو الذي عرفنا بمحمد إقبال وكتاباته يعني تقريبا هذه الأمور جعلت الحاضرين من المؤلفين والكاتبين ينتخبونه رئيسا لرابطة الأدب الإسلامي ونتج عن رابطة الأدب الإسلامي يعني شعار لها ومبادئها التأسيسية ثم إبداعاتها وإصداراتها لعل أهم إصدار لها كان بعد ذلك هو مجلة الأدب الإسلامي والتي لا تزال تصدر تباعا إلى يومنا هذا أمر آخر من منجزاتها أنها استطاعت هذه الرابطة أن تؤسس مكاتب إقليمية ففي المغرب مثلا تأسس المكتب الإقليمي لرابطة الأدب الإسلامي وفي الهند يوجد مكتب إقليمي للرابطة وفي تركيا يوجد مكتب إقليمي وفي القاهرة يوجد مكتب إقليمي وهكذا بدأت تتوسع هذه الرابطة عن طريق مكاتبها أمر آخر ساهمت في إنشاء الملتقيات والمجالس الأدبية بالتنسيق مع المؤسسات الأدبية مثلا الجامعات خصوصا في كامل التراب أو في كامل البلاد الإسلامية أمر آخر بدأت هذه المكاتب الإقليمية أيضا تنشر مجلات مثل مجلة الحق أو مجلة المشكات أو غيرها وكلها مجلات تعبر ضرورة عن الأدب الإسلامي لكن يبقى أكثرها حضورا وأكثرها ظهورا هي مجلة الأدب الإسلامي وبعد أن انتقل مقر الرابطة من الهند إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية هيئة أخرى لا بد أن نلتفت إليها وهي جمعية النبراس وقد بدأت تصدر مجلة عنها وكان شعارها أنها مجلة أدبية تعنى بالأدب الإسلامي هي مجلة المشكات بوجدة المغرب ويرأسها طبعا الأستاذ الشاعر الأديب الناقد حسن الأمراني كلمة عن حسن الأمراني أنه ممن اشتغلوا بالأدب موهبة وصنعة وكان أستاذا جامعيا بجامعة وجدة للأدب العربي وكان قد نال من قبل رسالته في الدكتوراه وكانت دراسة حول المتنبي في كتابات المستشرقين معنى ذلك أن الرجل يلبم إلمامة واعية بمشروع يحاول التأسيس له أمر ثاني لا بد أن نذكر بأن مجلة المشكات كانت أسبقة من مجلة الأدب الإسلامي ظهورا ذلك أن أعدادها الأولى بدأت عام 1984 وأنا قلت بأن الرابط لم تتأسس إلا بعد 1986 ثم بعد ذلك كانت مجلة الأدب الإسلامي كل هذا يجعل سبقا لحسن الأمراني في التأسيس لمجلة تكون لسانا عن الأدب الإسلامي وتجمع الكتابات المبدعين مشرقا ومغربا كلمة أخرى لا بد من ذكر أن حسن الأمراني كما يجتمع عنده التحقيق والدراسة والبحث والنقد فهو أيضا شاعر له مجموعة كبيرة من دواوين الشعرية ربما نذكر أهمها البريد يصل غدا بالاشتراك مع صديقه وسميه محمد عليه الرباوي ثم بعد دوان ثلاثية الغيب والشهادة ثم دوان السيف والأقحوان وهكذا توالت عنده كتابات فقط قبل أن أختم هذه الحلقة أقول بأن من آخر القصائد التي كتبها الأمراني في مرحلتي هذه قصيدة جميلة كتبها معارضة لقصيدة سعيد عقل النصراني اللبناني وكان من قبل قد كتب قصيدة جميلة تعبر عن حبه لمكة المكرمة فكان هذا من جميل الموافقات في الأدب العربي أن نصرانيا يعشق مكة المكرمة يقول في مقطعها غنيت مكة أهلها الصيدة هذه القصيدة عارضها حسن الأمراني بقصيدة أخرى فقال العاشقون تعبدوا الغيدة وأنا عاشقت لحبه البيدة سيرت في الصحراء أشرعتي فاخضر ما كان ما قد كان مجرودا حتى إذا ما الشوق أطربني غنيت لا وطرا ولا عودا لكنه القرآن من عجب يعنو له مزمار داودا أحبة الأكارم إلى ها هنا نقف في مجلسنا الرابع هذا عسى أن يكون لنا لقاء في مجلس خامس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة